أصدر مستشار أحمد عبد العزيز قتلان قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوة الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل خمس مراكز وهي كالآتي مركز المبادرة للدراسات والاستشارات الشبكة العربية للمعلومات حقوق الإنسان المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي العقبي وكذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف تضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة وأوضح قاضي التحقيق في بيان صحفي إنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية 85 أمرا شامل كافة المنظمات والكيانات والجمعيات التي شملتها التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر